لدي اليوم بشارة من الله سبحانه وتعالى تحمل لك الفرج وتيسير الأمور وتحويل الأحوال من الحزن إلى السعادة في أقرب وقت بإذن الله تعالى اعلم أخي العزيز أن الحياة ما هي إلا امتحانات واختبارات يمر بها الإنسان حيث يضيق الصدر أحيانا ويتساءل الإنسان متى يأتي الفرج؟ عندما يستشعر الإنسان بقرب الفرج يشعر بلذة في الروح وراحة في القلب وسرور في النفس وهناك أسباب وعلامات تدل على اقتراب الفرج وزوال الهموم والكروب من أهم هذه الأسباب أن لا يتعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى فعندما يتعلق قلبك بغير الله تجد نفسك دائما في روح وهموم ولكن إذا أفرغت قلبك من كل شيء إلا من الخالق سبحانه وتعالى فابشر بقدوم الخير وزوال الشر السبب الثاني هو كثرة البكاء بين يدي الله وكثرة التضرع إليه فالذل والخشوع بين يدي الله هو من أهم أسباب انتقال حالك من الكرب إلى الفرج كلنا نعلم أن الدعاء والتضرع إلى الله قادران على تغيير الأحوال والأقدار من هنا نلجأ إلى الله متضرعين بمجموعة من الأدعية المأثورة التي اخترناها لكم لتكون سببا في تحقيق السعادة والخير لنا ولكم بإذن الله فلعلها تكون ساعة استجابة إن شاء الله فإني داع فأمنوا رب لا تحلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد واغنني عن كل أحد يا من إليه المستمد وإليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بيدي من الضلال إلى الرشد ونجني من كل ضيق اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك سلاما ما بعده كدر ورضا ما بعده صخ وفرحا ما بعده حزن اللهم اجعل طريقي ميسرا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها يا لطيف قد فقت في أمري فتدبرني بلطفك الخفي ولطيف صناعك في جميع أموري وما أعانيه استعنت بك في كشف كل غمة فيسر لي بلطفك كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم إني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بيه ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم إني أنزلت بك حاجتي كلها الظاهرة والباطنة الدنيوية والأخروية إن كان الذنوب وأخطاء حالة بيني وبين قضاء حاجاتي فإني أسألك بجلال وجهك وعظيم شأنك أن تغفر لي وترحمني وتقضي حاجتي وتفرج عني كربتي وما أهمني اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أسألك أن تجعل لي في ساعة هذه فرجا ومخرجا وأن ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب سبحان الملك القدوس سبحان الله وبحمده اللهم إني أستعيذك من شر الهم والغم والمرض والفقر والدين ومن كيد الأعداء والبشر ومن كل أنثى وذكر ومن كل من يتكلم بسوء اللهم اكفني شرهم واحجب عني ظلمهم وظلم الظالمين نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية ترجمة نانسي قنقر